ظاهرة قديمة متجذرة تحدث عنها العلماء منذ القدم في كثير من مؤلفاتهم ألمحوا إليها بشيء من الحسرة إنها ظاهرة الزهد في الاحتفاء بالمبدعين اليمنيين من العلماء والأدباء والكتاب إذ نعمد على نسيانهم في حياتهم ثم نبكيهم عند الممات نحن نعاني من غياب الإنسان اليمني لا نعرف قيمة من يعيش بيننا ولا نحتفي بهم فإذا هجم عليهم الموت فزعنا قليلا ثم سرعان ما ندثرهم بالنسيان لدينا نخبة من الشعراء والكتاب والموهوبين والمؤرخين والمبدعين في شتى المجالات يعيشون في بلادنا الممزقة لم يبرق سناهم ويشتهروا في عالمين العربي نهيك عن العالمين ليس لعجز فيهم وإنما هو تراكم من الغياب اليمني على مدى عقود من الزمن ما زال يضرب في عقلنا الجمعي ويشعرنا بشيء من النقص والزهد في الحضور عربيا وعالميا من يصدق أن شاعرا مثل البرادوني ما زال شبه محلي يعرفه اليمنيون وبعض النخب العربية المهتمة فقط لم نتمكن من التسويق لشاعرنا كما يفعل الآخرون ليس بيننا أمراء للشعر ولا صوت يسمع لشاعر يمني في فضاءات الدهشة العابرة للحدود والسدود والقيود نحن نتحمل مسؤولية كبرى حين نزهد في إظهار من حقه الظهور ونفرط في التعريف بعظمائنا في القديم والحديث كثيرون لا يعرفون الزبير والنعمان ولم يقرأوا للبرادون والمقالح ولم يتعرفوا على المثقف الرئيس الإرياني ناهيك عن روائي اليمن محمد عبد الولي ودرة حضرموت وأديبها ابن عبيد الله السقاف وشعراء القطر التهامي المصوعي وبعكر والعديني والضحوي وشراخ وغيرهم كثير في نواحي اليمن الكبير ولو قضى الراحل علي أحمد با كثير حياته في اليمن لربما ما عرفه أحد ولكن الله من عليه بأن قضى شطراً من عمره في مصر المحروسة فأظهرت فبادلها الوفاء بالوفاء وكتب عنها بمداد قلبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر